أخبار اليوم كانوا استخدموها لمستكشفين الأوائل لما دخلوا أول الله حددخل هرمخوف كان اسمها الخليفة المأمون الراجل ده أو الخليفة ده كان الخليفة العباسي الراجل ده هرم يجي دخل وخادم معه شوية عمال كان معهم شوية حاجات احتياطي عشان ما كانوا مش عارفين ايه اللي كانوا موجود جوهرهم كانوا غدين كشاف وحبل وجروف وميته وورا وألم وخريطه كانوا غدين حاجات كتيرة جدا وهم اللي عملوا الفتحة اللي احنا مخش منها دلوقتي فتحة مخش منها دلوقتي يا فتحة اسمها فتحة الخليفة المأمون اللي هالفتحة اللي احنا شايفينها دي فيها اول متخش من مدخل هرم للادي ممر طويل ممر لها احطينا فيه حاجات او بعض الأسار المقالدين للأطوال عشان يستمتع بها ويتفروا عليها زي الأسار اللي موجودة عندنا في الوحادي او في الفترة النادي ده التمزال الوحيد اللي اتعمل الملك خوفو ده كان طوله سبعة سنتي ونص وكان معمول من العاج والجنبي ده كان التموت بتاعه الجزء اللي موجود هنا ده بيبس الأسار بتاع مامة خوفو اللي يسمعها حتى بحرسه خوفو كان عمل لها هرم الصغير جنب الهرم الكبير بتاعه وحطت فيه الدهج اللي احنا شايفينه ده مامة خوفو كمان الأسار بتاعتك بلها موجودة في المدحف التمثال اللي موجود ده او الصورة دي صورة لتمثال لحيم ايولو ده كان المهندس العمار اللي بانها الهرم في بعض القراءة بتقول ان هو ابن عم خوفو التمثال بتاعه مش موجود في مصر وموجود في عمانيا في مدينة اسمها هندس هايبت ده احنا بقى كتاب سانية احنا دلوقتي خلاص ما بدي في اخر ما وررت على الهرم ودلوقتي داخلين على بوضة بتاعت الملك خوفو او غرفة الدفن المرود من غرفة الدفن دي كانت بقفولها كويس جدا يعني عشان نقدر ان المرشاك كان لازم ان احنا نكسر الحجار اللي موجودة هنا الهرم الكبير تبنى بحجارة عددها اثنين مليون وثلتمية الف حجر ووزن الحجر الباحث ما بين اثنين ونوسط طنة خمستاشر طنة يعني ما بين الفين وخمسمائة كيلو وخمستاشر الف كيلو فانا اتخيل مع بعض الحجارة زي دي وانا بكسرها جزد من انها بيقع علي احيس هو لو لحظات ان الارض اللي تحتنا دي بتتهز فانا دي اللي تحتنا دي هاتتهز فانا اتخيل مع بعض هذه صورة بيتمثل اقول قبلول اللي بناها مالك اسمه خفرع المالك ده عمل تمثال قبلول انه كان عبارة عن حتة صخرة او كان عبارة عن جزء من جب من المنجن كان يتخذ منه الحجارة او محجر انا اسف كان يتخذ منه الحجارة بعد ما مالك خفرع بنا الهرم بتاعه كله فضل جزء من المحجر ده ملوش اي نازمة ففكروا يشيقوه بس المهندس قالوا ان احنا لو شلنا المحجر ده ممكن ان الارض بتاعت الهرم تختلوا ممكن يوع ففكروا ان هم عملوا بشكل جمالي فعملوا بشكل انسان لو هو شكل خفرع وجسم اسد جمز القوة عشان يحمي جبانة بشكل عام مش الهرم بس تعالوا بقى اتبوش الروفة للدخمة فاعت المحجر انا اموزك لهضب التبجيسة بتاعت الهرم لو حد جده ركب طيران واشي من فوق الهرمات هيشوفها بالشكل اللي عنده كله هنلاقي عملنا هنا هنا هرم خوفو وهنا هرم خفرع وهنا هرم مينتا وراح وهنلاق اجام بالاهرمات هي اهرمات سبعية والاهرمات دي اسمها الاهرمات المالكية كان فيهم الاهرم بتاع امامة خوفو لي اسمها حيطة حرس جنب الاهرمات سبع هنلاحظ ان كان فرع من فوق نهر الهي كان بيعدي هنا وما كان شرع امامة بدي هنلاحظ كمان ان كل امامة الاهرمات دي كان جنبه معبدين معبد من قدام اسمه معبد الجنائيزي وفي معبد اخر اسمه معبد الويد وكان بيروقها بينهم طريق طويل اسمه الطريق الصعد الاهرمات سبع اللي بعد عبدت كان شكلها جميل كده زي ما احنا شاهدين على الصورة اللي بودة في خلفية دي لعبة بازل، البازل ده بنعرف عن طريق الأطفال لأن أهم الأماكن الأسهلية اللي موجودة في مصر حتى لو الأطفال مش عالقينيه وأطفال بي بي كلاس والكلام ده كله بيعرفوه عن طريق قلوان يعني مثلا بعرف الأطفال إنه دي مقابلة بتوت عنها أمون بس أنا ما عرفش المقابرة دي موجودة فين فبخليه دور على المقابرة بس باللون البينجة واللون البنجة فهو تلقائي بيبتدي بص على الخريط ندور فين على اللون البنتاعها لحد ما بيقيه موجود في المكان ده يقعد يدور على المكان بتاعهم مفبوط لحدنا ما بيحطها هناك وزن ده كله يكون مفقوق بالطريقة اللي تشايفين هزي مم بس وبعد كده بيحطوها بعدين بعدين ما بيلعبوا ويتصوروا وبينروح ينلعب في مكان دي اللعبة دي اسمها كاتشة زبانة اللعبة دي بتعرفنا عدد الأرامات اللي بودة عندنا في مصر نحن لحدنا من المئة وعشر من المئة وثلاثة وعشرين هرم مجرد ان انا بمسك دي موجود ده وروجوه نحية هرم معين واسمع معلومات عن الهرم ده من تيليح هذا الهرم يرجع إلى البصرة الرابعة خوفه يسمى أفق خوفه أعظم الأرامات على الإطلاق شهده بنحو 2 مليون و300 ألف كتلة حجرية استزم بي تقنين وخمستاشر طن ودعامته الرئيسية كالجرانيد استزم تمانين طن واستزم بأن أكون أكثر الأرامات دقة من حيث الأبعاد حيث يفيد جانب عن الجانب الضخر بنحو 2 صمت واحد من عشرة فقط وشهيدة بالانتجاه الشمالي ويقل جانب عن الآخر بنحوه أربعة واربعة من عشرة سنتيمتر توجد به ثلاث أورف النقرانية وأربع فتحات الداخلية تقود إلى خارجه وله قصر يرتفع على الأرض أربعين سنتيمتر وطوره سبعمية تسعة وثلاثين متر وكانت له أربع حفران مخصصة للمراكم إثنتان في اتجاه الشرق والأخرتان في اتجاه الجانب وعصر في الحفرة الجانبية على منجبين كان لي أحلو ما موجد معه الشرع وتجاليف عليها كتابات هيلوغليفية تماما كانوا بتترسم على الحيطة وعلى الورق وكانوا بيرسموا على ورق اسم ورق البردي وكانوا بيلوينوا عليها بلون الأحمر أو اللون الأسود اللون الأحمر كانوا بيجبوه من دم الغزير واللون الأسود كانوا بيجبوه من الفح غير الورق كانوا بيرسموا على الحيطة بس الرسم على الحيطة ده بيكون اسمه نحت ان الحوتات دي هنشوف منظر لها قدام هيكون جميل جدا. اه طب انا عايزة لون ازرق او اي لون تالي. الفراعنة كانوا بيشوفوا الاحجار بتاخد نفس اللون او بعض المعادنة بتاخد نفس اللون الازرق او البرتقاني او الاصفر او البرتقاني وكده. وبعدين بيعودوا يضحنوها بيستخرجوا من هاللون اللي احنا ايه ده هم كانوا بيحتاجوا. الفراعنة زمان. انا عنه بطول. الفراعنة زمانة انا عنه بحاجة اسمها مسلة. المسلة دي كان بيتسجل عليها الانجازات. اللي كان بيعملها الفراعنة. احنا مسلة هنا عندنا عاملينها بطريق التزميل. انجازات الفراعنة بس في نفس الوقت بيها ده فيه برضو للاطفال. المسلة بيكون عليها رسومات بلزة و رسومات غايرة او رسومات اذا تحس ان هي زهرة و رسومات تحس ان هي ايه مش زهرة. فانا بيجيب الورقة بحطها على التمثال و بمسك اللون الغامق بالعرض كده. و افضل افضلها كده بالعرض للسرعة. بالصورة اللي بتكون موجودة على المسلة بتطلع لي على الورقة. الورقة دي الورقة دي الأطفال بيهضوها معاهم بطريقة الورقة كمانية او من المدحة.